الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول ما حكم التضحية خارج بلد المضحي إذا كانت في بلد فقيرة الحمد لله الجواب لا بأس ولا حرج في ذلك إن شاء الله عز وجل لا سيما إذا كانت الأضحية سوف تذبح في بلاد قد اشتدت حاجة أهلها وعظمت مسغبتهم وحاجتهم وفقرهم ولا سيما إذا كانت هي الأضحية الثانية أو الثالثة للإنسان فإن من البيوتات من يذبح فيها في يوم الأضحى قرابة الثلاث إلى الأربع أضاحي فيكتفي الإنسان في بيته بذبح أضحية ويجعل بقية الأضاحي في هذه البلاد ليستفيد عموم المسلمين الفقراء من هذه اللحوم وأما إذا كانت الأضحية التي سيرسل بها الإنسان إلى خارج البلاد هي الأضحية الوحيدة التي ستذبح في بيته بمعنى أنه إذا أرسل لم يجد أضحية أخرى فلا أرى أنها ترسل ولا بد من إحيائه لهذه الشعيرة في بيته وبين أهله وفي بلاده إذن الخلاصة من هذه الفتية أن من تعددت عنده الأضاحي وأرسل ما زاد على الواحدة فهذا فيه خير وبركة وفيه إغناء لإخوانك المسلمين الذين لا يجدون قطعة اللحم في العام كله وأما إذا كان الإنسان سيضحي بواحدة في بيته فلا أرى أنه يرسل شيئا منها من باب إحياء شعيرة ذبح الأضحية في بيته وبين أهله وفي بلاده والله أعلم